ده ملاه ممس السكف حمكشا سيبك مص الساعة يا سيدي اجل ايك بتسكف ومن ورايا طب سكفني معاك يا سيدي مسكت حمكشا ده فيه معلومات كتير قوت لانا ما نعرفش عنها حاجة خالص اي 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 انا ممس خد عندك سيدي بيقولك في اليونان العروسة هي بتدفع المهر وتكاليف الجواز يا ولادي اي اي يعني بيتجوزوا ببلاش وكمان ملكات جمال اي واحة مكشة واحنا هنا يطلع عين ابونا وفي الاخر نتجوز جمال شخصية بيت انا ممس قول بيقولك هل تعلم ان النمل يستطيع ان يعيش تحت الماء لمدة اسبوعين او انا اللي مفكر نفسي سفاحها ممس وقت النص النمل في مصر اتري بياخدنا على قد عقلي قد بقى بيقولك هل تعلم ان قدرتك على الرد على الكلام الساخر وبالسرعة يعني ان دماغك تعمل جيدا وانك شخص زوج قدرات عالية لا في ده عندهم حق انا فعلا عندك قدرات جملة طب هل تعلم ان تناول ملعقة من الاسمنت يوميا يساعدك على بناء مستقبلك قدرنا جيب نص جيلو ازمنت وانا مراوحها ممس هل تعلم لماذا صنعت السيارة بخمس مقاعد واحد ليك والباقي لزوجتك الاربعة ابن اللعبة حموكش انت بتذكر من ورايا ياسطا قعد كده ممس ابقعد فاضي كده بسكة في نفسي ياسطا يعني مش انت الوحدك اللي بتسكة في نفسك اممس هل تعلم ان جاذبية المخدس ساعة سبعة الصبح اكثر من جاذبية الكرة الارضية تريني بروح الشغل متأخر على طول هل تعلم ان الاختبوت له ثلاث قلوب ولا يحب الا اختبوتوية واحدة انا عندنا قلب واحدة ممس وباسم الله ماشاء الله فندق هل تعلم ان انزعاج النائم اثناء نومه قد يؤدي الى استيقاظه لا جديدة دي بصراحة هل تعلم يا ممس ان لو شربت حليب البقرة يبقى انت والعجل اخوات في الرضاع حلوة عبوكش هل تعلم ان فك المرأة وهي زعلنة وبتاكل لبان ثاني اقوى فك في العالم بعد التمسح يا عربية ده عبوكش ده تدلعت المسكف مسكف طب هل تعلم انك لا تستطيع زغزغت نفسك صحيح ليه بقى حموكش اعرفش تزغزغ نفس ان عقلك يأمرك ان تفعل ذلك ثم يتجاهلك يعني بالعربي كده عقلك بياخدك على قد عقلك قولي يا نجم قول طب هل تعلم ان تناول البرتقال يوميا يساعدك على التخلص من البرتقال الموجود في البيت قل تعلم ان عدد الاشخاص الذين استلفوا ثلاثة جنيه من فودافونه ما رجعوهاش اكثر من نصف عدد سكان ماليزيا طب خد بقى ممس قل تعلم ان المرأة الحامل اكثر عرضة للولادة يا ابن اللعيب ده مين اللي قالك على المعلومة الخطيرة دي يسا بقعد مع دكاترة ومهندسين وناس مسقفة بتقولي المعلومات دي وانا بخزنها طب ايه تانا حموكش قل تعلم ان الاسد يخاف من صوت الدك ايه ده الاسد اللي رعب الغابة دي كلها بيخاف من صوت الدك اوالله يا ممس يعني لو عايزت وروح تهاجم اسد في الغابة خد معك ديك وانت رايح ايه تانا يا ابو الحمكيش هل تعلم ان الحصان يموت اذا كتع زيله سبحانك يا رب هل تعلم ان الفيل يبكي عندما يكون حزينا لا اله الا الله سبحان الله الفيل بيبكي كمان زينا سبحانك يا رب قد التقيلة بقى هل تعلم ان هناك قمرين في هذا الكوكب وليس قمر واحد لا دي زاتون كاتب دي بقى الاول في السماء والثاني هو من يجلس امامي الان لا صح عندك حق حمكشة ايه خدمة ممس طب هل تعلم ان 99% من الاطباء ينصحون بمتابعة حمكشة الاصلي حبيبة قلبة ممس لو عجبتكو الحلقة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكو كل جديد